أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة زي ما عودنا حضراتكم كل يوم جمع بيبقى معانا ديف بنتعرف على سر من أسرار خبرتهم والنهاردة إن شاء الله معانا الشيخ أبو مصطفى إسماعيل الملقب بابن تيمية المصري هيكلمنا في الخلقة دية عن تصنيف كتاب فتح العزيز المكتدر في شرح القضاء والقدر أهلاً وسهلاً بحضرتك يا فنان أهلاً بحضرتك أهلاً بيكي نورت أسرار الحياة طبعاً في بداية حلقتنا الناس طبعاً ومشاهدين عايزين يعرفوا تصنيف كتاب فتح العزيز المكتدر في شرح القضاء والقدر إيه السلل لحضرتك خليك تصنف الكتاب ده آه والله أسرار من السر واحد ولكن هذا الكتاب العقيدة الواسطية هو السر الأول لأن أنا أصنف هذا الكتاب فتح العزيز المكتدر في شرح القضاء والقدر هذا الكتاب هو زبدة الاعتقاد لأهل السنة والجماعة قال عنه الشيخ ابن وسيمين إنه زبدة الاعتقاد تمام ماشي وهذا الكتاب يشمل 80% مما كتبته في فتح العزيز المكتدر في شرح القضاء والقدر فالشيخ ابن تيمية رحمه الله اتكلم عن صفات عن صفات الله وإزاي نسمتها واتكلم عن مراتب القدر وقال إن هي أربعة بس مراتب القدر أربعة كعلم وكتابة ومشيئة وخلق غير كافية للرد على المخالفين في باب القضاء والقدر بل هي كافية للرد على غلات المعتزلة الذين أنكروا علم التقدير السابق لله الأفعال العباد وعلى عامة المعتزلة الذين هم أنكروا مشيئة الله في خلق أفعال العباد مفيش فيها طبعا مرتبة ترد على الجبرية فأنا أوجدت المرتبة المفقودة عند ابن تيمية وهي مرتبة الإرادة عشان نقدر نرد على الجبرية من خلالها ويبقى كده اكتملت فوائد مراتب القدر لتكون خمسة علم وإرادة وكتابة ومشيئة وخلق وجمعتها في قولي بالعلم والإرادة كتب الله المقادير ثم شاء فخلق وأوجد وذلك على الله يسير يبقى الخمس مراتب دول تكتمل الفائدة من مراتب القدر الأربعة للرد على المخالفين في قضية القدق والقدر طيب برضو عايزين نتحدك تمسي كلنا برضو الكتاب بتاع حضرتك قدام المشاهدين كده وتكلمنا عنه برضو فتح العزيز المقتدر يشمل ما جاء في العقيدة الواسطية بل يزيد عليه بنسبة 20% يعني الكتاب ده كله كل ما فيه وهو زبط الاعتقاد يساوي تمامين في المئة ما جاء به فتح الله علي بالباقي حدريك بعض نسألي إن شاء الله نشوف ايه تاني السر اللي خلاك تختار الاسم الكتاب ده طبعا ده يعني احنا شايفين ان هو الكتاب ده نفسه العنوان يخض فاحنا عايزين اللي خلا حضرتك تسمي بهذا الاسم والله هو فيه سر وراء الموضوع ده انا في الاول كنت هسميه العقيدة المصرية تمام هذا الكتاب كنت هسميه العقيدة المصرية نسبة الى قرية ميت السباع اللي انا منها ولكن في رؤية في سنة الليلة من الليالي وانا بشوفت رؤية والساني بيقرر فلولا فتح الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فأدركت وعلمت إن هذا لابد أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى إنسب الفضل إلى الله مش إلى نفسي ولا إلى قرية فلذلك سميته فتح العزيز المقتدر في شرح القضاء والقدر إحنا معاني أبو مصطفى تليفون مدخلة ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام الشيخ مع حضرتك طبعا معاني على المدخلة البشمهندس محمد أبو زياد أهلا وسهلا بالمتصف شرح تكون عزيز للشيخ أبو مصطفى إسماعيل فضل والملقب يقول لابن كيميل مصر عن قول عن آية في القرآن في سورة هود فضل إن كان الله يريد أن يغويكم هرب العالمين يريد غوية الناس ثم يرقبهم على ذلك وهل العبد الصالح لما نسب الشر إلى نفسه ولم ينسوه إلى الله تهدبا مع الله تعالى في قوله فأردت أن يعيبها يكون بذلك أفضل من سيدنا نوح وفيه سؤال تاني برضو في قول نوح دليلا على صاحة احتجاج إبليس في قوله ربي بما أغويتني يريد تجاوبني على الأسئلة دي عشان الأسئلة دي محيرانة ومحيرا كتير جدا من المسلمين أحسن أنت أبشر أبشر أشكرك أشكرك يا باش مهندس أشكرك على المداخلة ده سؤال في غاية الأهمية هو صراحة ناقش حاجات مهمة سؤال يعني مركب من كذا شبك فده سؤال في غاية الأهمية أولا مثل هذا السؤال لو عرض على مشايخ للعساحة الحاليا لهم المنتمين لأهل سنة الجماعة هيقول إيه؟ الرد مختصر إن كان الله يريد أن يغيكم هيقولك الله لم يريد شرعا وأراد كونا زي سهل ابن عبدالي التسطوري لما سئد هل لما طلب الله من إبليس السجود لآدم هل أراد منه أم لم يريده فكانت إجابة سهل ابن عبدالي التسطوري أراد ولم يريده بمعنى أراده شرعا ولم يريده كونا دي برضو إجابة صحيحة في مجملها ولكن الدقة العلمية ما تكونش كده الدقة العلمية بتقول أو الإجابة العلمية الدقيقة بتقول إن الإرادة الكونية لازم نعرف إنها لا تأتي إلا بمعنيين إثنين لا ثالثة لهما تمام في حال الأسباب بتكون ابتلاء بالخير والشر لقول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون في الحال الثاني حال النتائج بتكون جزاء بالسواب والعقاب لقول الله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد فإذا عرفنا الحالتين دول هنقدر نمسك الإرادة الكونية ونجابه ونقول ما فيش إجبار لأن بمعنى إيه إن كان الله يريد أن يغيوكم ليسمحوا يفتكر إن ربنا بيغوي الناس لا الله لا يغيو الناس الغوية هنا الإرادة الكونية جاية إيه أسباب ولا جاية نتائج جاية نتائج والدليل الآية رقم 32 لما قالوا قالوا يا نوح لقد جادلتنا فأكسرت جدالنا فأتينا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين يعني هم على مخالفة مستمرين عن مخالفة وتحدوه فلذلك قال لهم وما ينفعكم نصحي فيما معناه وما ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغيكم فده الإجابة الصحيحة إلى علمية طيب إحنا قبل المدخلة كنا بس عايزين برضو نعرف السر اللي خلاك تسمي الكتاب ده مدخلة جات لنا إيه السر اللي خلاك تسمي الكتاب بالإسم ده آه والله من السر اللي إن أنا سميت لإسم الكتاب ده ما أنا ذكرته وقلت إن كان فيه رؤية أنا شفتها فلولا فضل عليكم ورحمة ولكنتم من الخاصرين فعرفت إن أنا لازم ألسب الكتاب ده إلى فضل الله وما ننسبوش إلى القرية ولا غير القرية طيب عايزين نعرف الإضافة العلمية اللي بينفرد بها الكتاب ده عن غيره من الكتب المصنفة في باب القضاء والقدر فيه كتب كتيرة بهذا الإسم إيه بقى اللي بيخلي الكتاب ده مميز عن غيره تمام إنتي جدي للسؤال المهم وعصب الكتاب كله الكتاب ده ينفرد عن الكتب الأخرى في عدة مسائل أولا وجود إسباب ثلاثة تلازم بين القضاء والقدر من وجه وبين الإرادة المشيئة من وجه آخر وده مش موجود في أي كتاب لو كنتم هتلاقيها دي رقم واحد إسباب دلالة التلازم بين القضاء والقدر من وجه وإسباب دلالة التلازم بين الإرادة المشيئة من وجه آخر بمعنى أن الإرادة تدل على المشيئة بدلالة التلازم ده الإرادة الكونية والقضاء يدل على القدر بدلال التلازم ده القضاء الكوني وطبعا كل اللي كتبه قبل كده في هذا المجال كتب يئم عن تعريف الإرادة بنوعيها الشرعية والكونية والفرق بينها وبين المشيئة يئم عن القضاء القدر بنوعيه الشرعي والكوني والفرق بينه وبين القدر لكن ما كتبوش في اسمهات دلال التلازم وابن تيماء رحمه الله كتب مراتب القدر الأربعة علمه وكتابه ومشيئة وخلق فكل كذب كذب وعنده لكن مفيش حد كذب حدش كذب عن استباة تلازم بين القضاء والقدر من وجه وبين إرادة مشيئة من رجل آخر رقم واحد رقم اتنين دلالة الإرادة على الأسباب والنتائج بدلالة المطابقة اللي ده تحللنا مشاكل اللي بيقابلها الناس كتير والشبهات اللي بتقابلنا زي إن كان الله يرود أن يغويكم لأنه مش عارف إن الإرادة عبر عن أسباب ونتائج أسباب في حال الابتلاء ونتائج في حال الجزاء بالسباب والعقاب فكذب أن مفيش جبر في الإرادة الكونية الناس كلها بأخذ بالها الإرادة الكونية يعني مشيئة فقط وده صحيح بس في إجمالها ده في إجمالها لكن الإرادة الكونية تدل على أسباب والنتائج بدلالة المطابقة فإذا كلك آية قرآنية بنرد عليها بتدل على الإرادة الكونية بنشوفها هل هي أسباب ابتلاء زي ولا نبلو نقوم ولا نبلو نقوم والجوء ونقسم الأول وأنفس والسمرات وبشر الصبرين الآية 155 من سورة البكرة ده أسباب كونية ماشي وأما النتائج زي ما قلنا قبل كده إن الله يدخل لذين أمان وعمل صلاحات جنات انتاجة من تحت الأنهار إن الله يفعل ما يريد هنا في حال هنا حال النتائج والأولين في حال أسباب تمام طيب برضو في سؤالنا هل جميع الناس على درجة واحدة متساوية في الإمام بالقضاء والقدر أم يختلفون يعني فيه ناس مؤمنة بالقضاء والقدر وناس تانية مش مؤمنة طيب إحنا عايزين حداك تفسرينه الناس اللي هي مؤمنة بالقضاء والقدر وناس مش مؤمنة إيه وجهة نظر حضرتك لا ده السؤال مهم جدا طبعا الناس تختلف في القضاء والقدر أولا أولا لما رتب مراتب القضاء ابن تيمية وقال علم وكتابة ومشيئة وخلق تمام ماشي ما جابش هنا والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مكادير الخلائق قبل أن يخلوا كالسامات والأرض بخمسين ألف سنة طيب ربنا سبحانه وتعالى لما قدر هذه المقادير وكتبت كتبت بإرادة ولا بمشيئة هنا بيحصل اللبس عند الناس هل هو كتب الأشياء دي كلها بالمشيئة أم بالإرادة لو قلنا إنها بلا مشيئة ولا إرادة فهذا مؤمن حذ تمام إن قلنا بالمشيئة كتب هذه الأشياء بالمشيئة فإن كل الناس جابريين يقول لك ما كتب في اللوح المحفوظ هو اللي وقع علينا بإحنا كده في إجبار إنما الصح إنه قدر هذه المقادير بإرادة ثم كتبها في اللوح المحفوظ ما أراده شرعا قدره شرعا وكتبه في اللوح المحفوظ شرعا ما أراده كونا قدره كونا وكتبه في اللوح المحفوظ كونا طب توضيح أكتر برضو لسادة المشهدين ما هنوضح لسا إحنا جايين في الإجابة بس الإجابة بسم الله مرحب فضل حضرت اللي قال إن ربنا قدر هذه المقادير بإرادة فهو على المنهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة لأن في إثبات هذه المرتبة ومرتبة الإرادة يثبت إن الإنسان له إرادة واختيار ردا على الجبرية ردا على الجبرية اللي قاله إن إحنا ملاش إرادة والاختيار الجبرية قاله إن الإنسان مجبر وجوم جماعة من الجبرية آخرين قالوا لأ إحنا نقول لي إرادة واختيار ولكن مجازا بمعنى إيه يعني مش إرادة حقيقة ولا قول حقيقي ولذلك العبد الصالح قال إيه فأردت أن أعيبها فنسب الإرادة الحقيقة والفعل الحقيقي إلى نفسه وليس من باب التأدم مع الله كما يقول الكثيرون من المشايخ هي تأدم مع الله مش في حاسب فقط لا ده ذلك عشان يثبت إنه له إرادة ليرد على الجبرية وعلى من يكلون الإنسان له إرادة مجازا من باب المجاز وليس من باب الحقيقة تمام فعشان كده لما قال فأردت أن أعيبها كان يثبت إنه له إرادة حقيقة وفعل حقيقي نسبها لنفسه في خرق السفينة ولذلك حتى السؤال كان بيقول لنا فهل هو كده أفضل من يونس اللي قال إن كان الله يريد أن يغويكم يقول لأ يونس كان يعلم أن القدر أسباب ونتائج فكان بيحذر قومه بيقول له نصحي هنفعكم في إيه إن كان الله يريد أن يغويكم بسبب مخالفتكم النتائج على أسباب وقوع نتائج على أسباب فلذلك هو ماش أفضل من سيدنا نوع سيدنا نوع أفضل طبعا من الرسل أولي العزم أكيد بس برضو فيه يعني برضو عشان الناس تفهم أكتر يعني فيه ناس لما جينا قعدنا معاهم وكده يقول مثلا طب أنا كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى كتبها لي هو كتب لأخش الجنة أو أخش النار يعني أعمالي وزنوبي كلها ربنا اللي كتبها هو اللي خلاني أعمل كده يبقى أنا ليه أخش هو اللي خليني أخش الجنة هو اللي هيخليني أخش النار يعني برضو عايزين برضو تفهم الناس النقطة ديت يعني كل أعمالنا مكتوبة ربنا بخلانا سبحانه وتعالى أعمالنا كلها مكتوبة أنا بقولك عشان كده هذا الكتاب فتح العزيز المقتدر في شرح القضاء والقدر في إزالة كل هذه الشوهات وأنا هجوج برضو لم يقول أنا هعمل إيه ما أنا كتاب لي ده عامل زيه زي إبليس على ما أنا جيبليس ربي بيما أغويتاني قال لك ربي بيما أغويتاني ماشي قال إنه مكبر طيب أنت هل ربنا أغوك لا لك إرادة ولك اختيار أما إذا أنكرت الإرادة والاختيار فأنت جيبري لك إرادة جئت بإرادتك جئت بإرادتك وزهرت بإرادتك وأكلت بإرادتك وشربت بإرادتك فأنت لك إرادة ولك اختيار وأنت المسؤول عن إرادتك وعن اختيارك وعن فعلك يعني أنا موجود هنا بقضاء الله بقدر الله وانت موجودة بقدر الله بس انت لابس اللبسك دوا باختيارك وتحاسب عليه وأنا لابس لبسي ده باختياري وأحاسب عليه يعني أنا جاءت بقدر الله إن الله خلق فعلي وليس الله أكبر إنه ناجي خلق القدرة لإن لو أنا ما عنديش قدرة مش سقدر كأقعد في نفس المكان ده لو أن الله لو أنه نهضر الصبح إن شاء الله قمت من النوم لقيت نفسي تعبان مش قادر أجي خلاص بقدر لم كنت شارع راجي اللي تعب النس في إيه في الموضوع دو أنه مش قادرين يفرقوا بين الإرادة والمشيئة إن الإرادة والمشيئة فلذلك بيقعوا في أخطاء كتيرة لازم أن تعرف أنت لك إرادة ولك اختيار برضو كنا عايزين نعرف حضرتك الكتاب برضو تمسكه للمشاهدين وطبعا الفصول اللي فيه عايزيك تكلمنا عن كل فصل من الكتاب ده لأنه برضو هم عايزين يعرفوا محتوى الكتاب إيه حضاك بس كده لأ إحنا عايزين نعرف محتوى الكتاب وكل فصل بيتكلم عن إيه تمام جميل جميل أو كويس والله في الأولين في هذا الكتاب أهم الفوائد اللي بيتميز بها هذا الكتاب نفرد بها هذا الكتاب زي ما قلنا قبل كده فهنا في العنان بيان أهم الفوائد اللي أعتقدت بها هذا الكتاب في باب القضاء والقدر اللازمة لكل مسلم ينفرد بها اتنين تعريف القدر تلاتة إثبات دلالة التلازم بين القضاء والقدر من وجه وبين الإرادة والمشيئة من وجه آخر ودي مهمة جدا 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 عشانها في القضاء والقدر لأنا بس هننجر كده سريعا مجرد إلقاء على العنوين ونشوف الدولة بعد كده بعد كده في أهمية الإقتداء بمنك الصحابة في الإيمان بالقضاء والقدر ثم بعد كده بيان اختلاف الناس في الإيمان بالقضاء والقدر ثم بعد كده بيان الإرادة ودلالتها بالمطابقة على الأحكام الشرعية والكونية بعد كده تعريف فعل الإرادة ودلالته على تقدير الأسباب والنتائج في عالم الغيب تمام بعد كده تعريف فعل المشيئة ودلالته على خلق وإظهار الأسباب والنتائج في عالم الشهادة بعد كده الأمر بالاستثناء عند القول والفعل والنهي عن الاستثناء في الدعاء بمعنى أن الله أمرنا سبحانه وتعالى في سيطة الكاف ولا تقولان للشيء إن فعلون ذلك إلي أن يشاء الله ولا تقولان إن فعلون ذلك غدا إلي أن يشاء الله وجي الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا تقول اللهم ارزقني إن شئت اللهم عافيني إن شئت هنا في ناهي عن المشيئة وفي هنا أمر بالمشيئة فالمستمع العادي إن ما كانش عنده دراية ويقرأ مثل هذا الكتاب هيقولك إن فيه تضارب يعني فيه تعارض بين كلام الله وكلام الرسول أكيد فلذلك الحل هنا في هذا الكتاب إن شاء الله وصلنا للأمر بالاستثناء عند القول والفعل وأنهنا استثناء في الدعاء بيان الفرق بين فعل الإرادة وفعل المشيئة فرق جدا بالفعل الإرادة وفعل المشيئة كمان إن الله يفعل ما يريد إن الله يفعل ما يشاء هو بالمشيئة الفعل الغيب اللازال مقدر في الم الغيب هو بالإرادة في هنا فيه حاجات يعني التفضح لمعنى ده تمام تعريف فعل المشيئة وده اللي تعالى الخلق وإنزار الإسباب والنتاج في علم الشهادة أمثلة تطبيقية على بيان الفرق بين فعل الإرادة وفعل المشيئة عشان القارق يقدر يعرف ويميز بين فعل إرادة وفعل المشيئة طبي الأمثلة بقى زي إيه برضو عايزيني يعرف بس أقول بس الأول للعنوين بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بالإرادة الكونية والمشيئة بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الإرادة الكونية والمشيئة دي يمكن محدش عملها قبل كده دي كمان من دومنا حاجات جديدة خالص كان هما دايما يقول لك الإرادة الكونية هي مرادف للمشيئة يعني ما أراده لكونا هو ما خلقه ده فعلا في دلالة التلازم بين فعل الإرادة وفعل المشيئة ده صحيح ولكن هل ده كافي؟ لا فيه تاني فيه اختلاف بينهم إيه هي أن الإرادة فعل الإرادة سابقة وفعل المشيئة لاحقة يعني ما قدره الله في عالم الغيب ولا زال في عالم الغيب فهو قدر بالإرادة وما وقع بالفعل هو وقوع بالمشيئة وخلق بالمشيئة بعد كده ببين بيان مراتب القدر طبعا قلنا مراتب القدر إن ابن تيمية ألها أربعة ودي غير كافية للرد على جميع المخالفين في باب القدر والقدر بل هي كافية للرد على غلاءة المعتزلة الذين أنقروا تقدير الله السابقة لفعل الإباد وعلى عامة المعتزلة الذين انقرون المشيئة في خلق أفعال الإباد طب في الجابريم هنا أنا وضعت المرتبة الثانية وخليتهم خمس مراتب علم وإرادة وكتابة ومشيئة وخلق للرد على جميع المخالفين وتكتمل الفائدة من مراتب القدر ابن تيمية ودي واحدة من واحدات لأنا حكيت عن أصحابي عنها أستاذ من بس حديقة نطلع فاصل ونعود فاصل ونواصل إن شاء الله ورجعتنا لكم تالي مشاهدين الكرام ولسه مكملين مع الشيخ أبو مصطفى طبعا دفنا كمان الموجود معنا البشمهندس محمد أبو زياد من الجوف العزاز الشيخ أبو مصطفى أصر أنه يكون معاه في الحلقة أهلا وسهلا بحضرتك بشمهندس أعرفنا حضرتك معاكم الأستاذ محمد أبو زياد أهلا وسهلا يا فاني السر بقى للشيخ أصر حضرتك تكون معاه ويقال لي لازم يكون معاه البشمهندس إحنا عايزين طبعا في البداية يعني تعرفنا بالكتاب وتقيمه المشاهدين الشيخ أبو مصطفى بدعمه أنا حضرتك تمام أنه راجل متواضع الله يخليك أنا بقى بقى أحب أوجه الشكر بقى للحاج أبو زياد أنا والله ما أعرف ما ديتني أنت الأجل العامية تروح لها منين الراجل قطر خيره عرفني عليك وأكون معاكم النهاردة وقال لي لا بصراحة اللي أنت بتكتبه دون أنا عايز أوصله للناس قلت له يا رب يجعله في مزال حسناتك إن شاء الله تمام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أداله على الخير كفاعله وهو إنسان محترم جدا وشافني أن أنا محترر عايز أوصل لأي شيخ عايز أوصل لأي شيخ عايز أوصل لأي شيخ وقال له وصله عن طريقك أنت أنا مش عايز شهرة ولا عايز دنيا وصله عن طريقك ومن هنا برضو أحب أوجه تحية تقدير وإعزاز للدكتور الرضواني على بحث أسماء الله الحسنة وبقول له والله يا دكتور والله هذا بحث جميل جدا جدا وكنت أتمنى يا دكتور أن يصل هذا الكتاب عن طريقك عن طريقك أنت فأنت متخصص في علم العقيدة وتعلم ما أقول أما العوام قد يعلمون وقد لا يعلمون أكيد فبقرر برضو الدعوة من هنا لي وإن شاء الله يكون خير وعايز أقول مرة تانية تانية للسادة مش هدين والذي لأ طلبة العلم أن ما في هذا الكتاب زبدة الاعتقاد لا يساوي أكثر من 80% مما جاء في فتح العزيز المقدر في شرح القضاء والقدر وهذا أول ظهور لي في حياتي أن يكون قدام كاميرا ولا قدام يحده والراجل ده يشكر أنا لا أعرف شيء في الدنيا خالص نهائي ولا أعرف إزاي ما ديت الألاج لن يروحوها ولا هنا ولا هنا الراجل ده هو لسعالي قطر خير وقال لي وقاب عربيته الصبح النهار أهلا وسهلا طبعا هو أكيد دعم للكتاب بتاع حضرتك علشان كده هو مؤمن بالفترة هو إنسان محترم وعايز يوصلها للنسبة كبيرة من التعرفي قال لي إيه بيقول لي أنا لو قادر يفتح لك قناة فضائية أخليك تقولي الكلام ده وتقوله والله إنه في مزان حسناتك إن شاء الله حتى لو ما حصلش ليه؟ لأن الدالع خير كفاعله والأعمال بالنيات من هم ما بعمل حسناتين فلو أجرها فإلا ما أعمله فلا أجرها برضو ليه؟ أصابه لقلة الفلوس لضيق أكيد أضيق الزاتليات وهكذا طبعا برضو إحنا عايزين نيولي سادة المشاهدين في إصال حضيك من صورة على الكتاب من وراء ده إيه بقى بالضبط عشان عايزين آه ده كويس ده ليه كسة وليه سر من أسرار الحياة لا لازم برضو نعرفها ده رقم الإداع أو رقم الترخيص في نهاية العمل الكتاب تمرخص الكتاب ده ترخيص بي بي يعني رقم الإداع أنا ما كنتش عامل كده أنا مش عايز حاجة لا من كتاب أنا كتابي مباح لكل المشايخ اللي عايزين ينقلوا منه وياخدوا منه ويكتبوا منه مجلدات أكيد إنما الراجل ده برضو قطر خير ويعاد مرة تانية عشان أقول قال لي يا أبو مصطفى الكتاب ده لو وقفئت حد وساغه بصيغة جديدة وجيت قارن بينه وبينه هيقولك إن أنت سرقت هذا الكتاب وهذا المؤلف وقد يقاضيه قلت له والله أنا ما عايز لا أخذ أرقم إداع ولا عايز ترخيص أنا عايز للناس لواجه الله عايز حسناته في يوم الأخرة فأنا كتابي مباح لكل من أراد أن يكتب منه وهذا الكتاب يكتب منه مجلدات وليس أنه يكتب كتاب مجلدات لأن دي مجرد منشتات في العقيدة تمام تمام شيخنا أبو مصطفى إسماعيل شيخنا العظيم اتشرفت بحضرتك والكلام الجميل لحضرتك وجهته للمشاهدين واتبعنا إن شاء الله تكون حلقة موفقة بحضرتك وكتابك يوصل لأكبر عدد من الكراء وإن شاء الله تكون إن شاء الله خير مش أول كتاب حضرتك تكتبه وإن شاء الله وإن المسلمين ينتفعوا بي أنا يهمني إن جميع المسلمين ينتفعوا بي أنا مش عايزي إسم تحطى عليه إن شاء الله أي شيخ ياخده ويشرحه لطلابه أنا موافق طلبة العلم في جميع أنحاء العالم هذا الكتاب قرنه بينه بين أفضل كتاب في العقيدة وحكمه بأنفسكم شرفتنا وإن شاء الله لدينا حلقات كتيرة لأن الكتاب مش مجرد حلقة لا دا عايز حلقات كتيرة دا عايز تحط في حلقة 30 محضرة إن شاء الله يفعني مشرفتنا بش مهندس وإن شاء الله اللي حداك عملتم مع شيخنا الجليل يعطوا مزان حسن لك إن شاء الله شكرا المشاهدين الكرام ونتمنى تكون حلقة مصمرة إن شاء الله وإلى لقاء في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة